اشتركوا في القناة صفات معينة بتشترك فيها هاي الكائنات مع بعضها البعض فلو جيت هون انا اعرف التصنيف رح يكون تعريفه هو توزيع الكائنات الحية في مجموعات زي ما حكت قبل بشوية كيف هم لا اعتمادا على خصائصها العامة طيب شو الهدف شو احنا منستفيد من تصنيف الكائنات الحية وتوزيعها في مجموعات تسهيل دراستها حالا رح ذيكي عن معايير تصنيف الكائنات الحية واول معيار اللي هو طريقة التغذية احنا كلنا بنعرف انه في عندي كائنات ذاتية التغذية اي تصنيف ذاك نفسها مثل النباتات وفي عندي كائنات غير ذاتية التغذية للحيوانات اللي بتعتمد على الحيوانات الاخرى او على النباتات طيب ابل ما اروح على المعيار التاني بدي نجاوب على السؤالين الموجودين امامي هلأ في عندي السؤال بولك ما هي وحدة البناء الاساسية في اجسام الكائنات الحية يعني انت جسمك من ايش بتكون بتكون من ايش بنسميه خلية والخلية لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة نسعد قولي تعالي شو في مس هاي خلية عاصبعية تعالي مس شو في هاي خلية على خدي لا هاي الخلايا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وانما بتحتاج الى مجهر لرؤيتها طيب شو التركيب الموجودة في جميع الخلايا اذا انا بتطلع هون انا هون عندي هاي خلية حيوانية وهاي خلية بكتيريا تمام لاحظ انه البكتيريا وخلية البكتيريا او الخلايا الحيوانية بتشابه في ثلاث اجزاء في عندي اول تركيب اللي هو السايتو بلازم السايتو او السيتو بلازم هذا السايتو بلازم هو عبارة عن سائل هلابي بتسبح فيه كل العضيات التانية زي النواة مثلا فهذا الحكي موجود فيه الخلايا الحيوانية او في الخلايا البكتيرية او في خلية البكتيريا او في الخلايا النماتية عندي كمان شغلة تانية اللي هو المادة الوراثية هاي المادة اللي بتنتقل من جيل لجيل تمام هاي موجودة برضو في كل الكائنات وعدي الغشاء لبلازمي برضو هاد موجود في جميع الخلايا ثاني اشي قسموا العلماء الكائنات الى حسب انها تكون اما وحيدة الخلية شو يعني وحيدة الخلية يعني جسمه بتكونش غير من خلية واحدة فقط زي البكتيريا وحيدة الخلية وما انها وحيدة الخلية فهي بدائية النوع فهي ايش بداية النوع فإذا وحيدة الخلية بدائية النوع شو يعني وحيدة الخلية يعني تتكون من خلية واحدة فقط شو يعني بداية النوع يعني تكون المادة الوراثية فيها مبعثرة في السايتو بلازم وغير محاطة بغلاف نوعوي اذا بتطلع انا على الرسمي مرضو الموجود عندي هون ناحظ انه هاي المادة الوراثية هاي المادة الوراثية موجودة داخل نوع لا مباثرة في السايتوب لازم وإنها ما في إلها نواة معنا تأكيد ما رح يكون إلها غلاف نووي بينما تطلع عندي على الخلية الحيوانية لاحظ إنه عندها موجود عندها نواة وهي النواة شايفين هذا إشارة الأكس هذه هي المادة الوراثية فإذا هي موجودة داخل نواة ومحاطة بغلاف نووي عشان يكسموها حقيقية النواة وسموها إش كمان عديدة الخلايا فإذا إما بتكون هاي الكائنات الحية وحيدة الخلية بدائية النواة أو بتكون عديدة الخلايا يعني جسمها بتكون من ملايين الخلايا وحقيقية النواة شو يعني حقيقية النواة يعني توجد المادة الوراثية داخل النواة ويحيط بها غلاف نووي هذا المعلومة هاي اللي أنا حكيت لك ياهلا خاصة على بدائية النواة وحقيقية النواة رح تضلها تمر معك يا سابع لحد ما تخلص توجيهه وإذا تخصصت بتخصص علمي برضو رح تردت ترجع تاخدها فإذا بدائية النواة معناته المادة الوراثية موجودة في السايتوبلاز مباثرة فيه ما إلى غلاف نووي بينما حقيقية النواة معناته المادة الوراثية موجودة داخل النواة ومحاطة بغلاف نووي أجع عالم ألماني اسمه أرنست مايار صنف الطيور إلى مجموعات طبعا إيش الأساس اللي استخدمه أو شو المعيار اللي استخدمه عشان يصنف هاي الطيور قال لك إنه أجزاء من أجسام هاي الطيور بتتشابه بتتشابه مع مين؟ مع طيور أخرى عاشت قبل ملايين السنين فحطت طيور اللي كانت قبل ملايين السنين مع هدول الطيور حطهم في مجموعة واحدة ليش؟ ليش حطهم في مجموعة واحدة؟ لأن أجزاء أجسامهم متشابهة هلأ بعد ما صنف العلماء الكائنات الحية لبدائية النوع حققية النوع حسب وجود الغلاف النووي أو لا أجعانم أمريكي اسمه كارل ووز هلأ هذا كارل قال لهم أنه في اختلاف في تركيب المادة الوراثية للبدائيات فبالتالي أنا ما بقدر اعتمد على التصنيف هذا اللي أنتوا حططوه بدنا نرجع نرتب الكائنات الحية في ثلاث مجموعات في ثلاث مجموعات سميت من نطاقات أول نطاق سمو نطاق البكتيريا ثاني نطاق الأثريات ونطاق حقيقية النوع هدول هم الثلاث نطاقات طب لو أنجبت لك سؤال وقالت لك على الإعادة ترتيب الكائنات الحية في ثلاث مجموعات وتصنيفها من نطاقات لك تقولي بسبب وجود اختلاف في تركيب المادة الوراثية للبدائيات ممكن أن أجيب لك يا صح وخطأ أقولي بسبب وجود اختلاف في تركيب المادة الوراثية للحيوانات للدباتات فإذا الجواب خطأ أقولي الجواب للبدائيات إنها مستويات التصنيف العلماء نظم الكائنات الحية في مستويات متدرجة هاي المستويات المتدرجة سموها مستويات التصنيف ومستويات التصنيف تبدأ بالنوع وتنتهي بالنطاق شو يعني نوع شو يعني نطاق هلأ رح نبلش نحكي عنها لكن أبل ما أبلش بدك تعرف لي إنه النوع هو الوحدة الأساسية في التصنيف ويعبر عن مجموعة مجموعة الكائنات الحية المتشابهة في صفاتها ولها القدرة على التزاوج هذا هو تعريف النوع طبعا أنا بالانتحان ممكن أجيب لك أقول لك إنه يعد النطاق هو الوحدة الأساسية في التصنيف أو تعد القبيلة هي الوحدة الأساسية في التصنيف أكيد خطأ ليش؟ لأنه النوع هو الوحدة الأساسية في التصنيف هلأ بدي أشوف شو هي هاي مستويات التصنيف المتدرجة إذا أنا بتطلع عندي هون رح أحكي لك إنه النطاق يتكون من عدة ممالك أما المملكة تتكون من عدة قبائل والقبيلة تتكون من عدة صفوف أما الصف يتكون من عدة رتب الرتب تتكون من عدة عائلات العائلات العائدة تتكون من عدة أجناس الجنس يتكون من عدة أنواع عشان هيك حكينا إحنا بالتدريج هلأ المطلوب منك كالتاني أول شيء مطلوب منك تحفظ ليهم هدول على الترتيب على الترتيب تبدأ بالنوع وتنتهي بالنطاق تمام؟ بدك تحفظ ليهم على الترتيب تاني شيء مني يعرفه أنا بالامتحان ممكن أقول لك الصف يتكون من عدة رتب عائلات أجناس أنواع تمام؟ بدك تحكي لرتب فإذا كل واحد بدك تعرف لي من إيش بتتكون هذا تاني شيء هلأ هون عندي رح أعطيكم مثال على كيف إحنا ممكن نصنف هاي الكائنات الحقيقة هون هذا موجود عندي دب هلأ هذا الدب مثلا الجنس والنوع له الدب الأسيا والأسود العائلة تبعته اسمها الدبابا الرتبة آكلات اللحوم الصف اللي هو الثديات القبيلة الحبليات المملكة الحيوانات والنطاق حقيقية النوع طبعا هدول مش مطلوب منك حفظهم لكن بدك تعرف أنه كل كأن حي إله اسم عائلة إله اسم رتبة إله اسم الصف إلى آخره تمام؟ مش مطلوب منك زي ما حكيت لك قبل بشوي المطلوب منك تحفظ لي هدول بالترتيب وتحفظ لي كل واحدة من إيش بتتكون هلأ ممكن أنت عشان تسهل على حالك الحفظ ممكن تأخذ أول حرف من كل من كل كلمة وتعملها كلمة واحدة بحيث أنك مثلا مجرد تشوفت حرف النون تعرف أنها نطاق ميم مملكة قاف قبيلة مثلا فهذا الإشي بيرجع لكم هلأ أنا أحكي لكم كيف أنا حفظتها أنا حفظتها كالتالي حكيت أخذت أول حرف من كل اسم زي ما حكيت لكم فاللي طلع معي نم قصر عجن نون اللي هي نطاق ميم مملكة قاف قبيلة صاد صف را رتبة عين عائلة جيم جنس هو نون نوع فأنا بهذه الطريقة حفظتها أولد نم نم بالقصر وتاني يومنا نعجن تمام هلأ نحن نعرف أنه كل كائن من الكائنات الحية في كل دولة يكون إلى إسان معين أو بالأحلى للغات يعني مثلا باللغة العربية مثلا منسمي إنسان باللغة الإنجليزية منسمي هيومن هلأ باللغات التانية أنا ما أبقى عرف صراحة إذا أنت بتعرفوا يحكوهم طيب فإذا في كل لغة يكون إلى مصطلح معين صح طب هلأ لما نيجي نصنف الكائنات الحية كل واحد يسمع هو المصطلح اللي هو بيستخدمه أكيد لا فأجل عالم سويري قال بدنا نحط نظام عالمي عشان نسمي الكائنات الحية منعتمد فيها على اللغة اللاتينية إذن أي لغة اعتمدوا اللغة اللاتينية وإيش قال كمان قال بدنا نحط لك كل كائن حي اسمه من جزئين إذا نحط لهم إياه من جزئين الجزء الأول يعبر عن الجنس وجزء الثاني يعبر عن النوع وهذا اللي بنسميه التسمية الثنائية أو بنسميه الاسم العلمي هون نحط لك مثال اسمين علميين الاسم العلمي الأول اللي هو الإنسان والاسم العلمي للحصان طبعا هاي الجزء الأول وهي الجزء الثاني هاي برضو الحصان هاي الجزء الأول هاي الجزء الثاني شريك سموها التسمية الثنائية أو الاسم العلمي طبعا هون المطلوب منك تحفظ الاسم العلمي للإنسان ليش؟ لأنه رح يمر معك في صفوفي اللاحقة إن شاء الله رح يمر معك الإنسان ورح يمر معك نفس هذا الدرس ورح ينطلب منك تحفظ الإسم العلمي للإنسان الحصان مش مطلوب منكم تحفظوا الإسم العلمي إلا هلا رح ليكي عن مفتاح التصنيف الثنائي أنتوا بتعرفوا أنه في عندي كعنات حية جديدة بتم اكتشافها سواء كانت حيوانات أو نباتات فأنا لو أنا مثلا لقيت نبتة فأنا بدي أعرف هاي النبتة هل هي نباتات مثلا مذرية لا مذرية إلى آخره شو أنا بجب أسوي؟ بأستخدم مفتاح التصنيف هلا هذا مفتاح التصنيف بتميز به شغلتين أول إشي إنه هو عبارة عن سلسلة من الأسئلة القصيرة هاي أول ميزة إله إنه سؤال قصير على إجابة تاني ميزة إله إنه الإجابة تبعته يا إما نعم يا إما لا هدول هم الميزتين الموجودين بمفتاح التصنيف الثنائي فإذن عندي أسئلة قصيرة هاي الأسئلة بديكوا جوابها يا نعم يا لا هون إنتوا حطيني لقوم مفتاح تصنيف النباتات المذرية لو أنا جبت نبات بدي أعرف هل هو نبات مذري أو لا باجي بحكي هل تنتج بذورا هاي النبتة اللي معك هل تنتج بذورا إذا لا معناته خنشار طب إذا نعم بدي أسأل كمان سؤال قصير هل البذور داخل ثمرة إذا لا إذا لا بده يكون إيش سنوبر لأنه السنوبر بيتكاثر بالبذور لكن البذرة بتكون إيش داخل ثمرة أما إذا نعم بدي يكون نطرح كمان سؤال جديد قصير هل البذور تتكون من جزء واحد إذا لا معناته أكتر من جزء فهو نخيل أما إذا البذرة تتكون من جزء واحد بدي يكون نعم فهو نبات العلم هيك نكون أنحينا درسنا يا سابع يعطيكم الفعال شكرا